منذ قرابة الشهر يجلس هؤلاء السودانيين هنا في ساحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمّا فرّين من النزاعات الدائرة في دارفور أتوا إلى الأردن ليطلبوا الأمان أولا والتوطين في بلد ثالث ثانيا نحن محددين في عملية بطاعة هروب في عدم استغرار نحن نرى أن نجد حياة كريمة في دولة الأردن كمعبر منهم من قضى عامين ومنهم من وصل إلى خمسة أعوام أتوا إلى الأردن جواً وبراً وأغلبهم دخلوا إلى الأردن بتأشيرات علاج وبعدها سجلوا أسماءهم ليطلبوا اللجوء متوقعين أن تستقبلهم المفوضية بغذاء كافٍ وتعليم لأبنائهم وسكن كريم هنا في اليوم بناكل سندويتش واحد الصباح واحد المساء اليوم بكون ما في أديل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بجهد كبير في الفترة الأخيرة في الأردن لأنها المسؤول المباشر عن التعامل مع اللاجئين توطين في بلد الثالث هو مناط بالدول التي تقبل اللجوء نحن نقدم بشكل مستمر ملفاتهم كما نقدم ملفات الجنسيات الأخرى منهم من يحصل ومنهم لم يحصل هذا ليس مناطبنا وثيقة اللجوء التي تمنح للاجئين لا تخولهم بالعمل داخل الأردن وهو ما يلقي حمل رعايتهم بالكامل على عاتق المفوضية والجمعيات الأخرى بضعة ألاف من السودانيين القادمين من دارفور يضفون إلى مئات الألاف من اللاجئين العراقيين والسوريين في بلد يحتل المرتبة الثانية في استضافة اللاجئين على مستوى العالم كما أعلن العهل الأردني في قمة المناخ عبدالله الكفوين فرانس فان كاتغ